السلام عليكم ورحمة الله بركاته معكم نوران كنعان رجعنا لكم اليوم بالدرس التاني للكالكولوس بدنا نشرح فيه فوليوم اف ريفاليواشن يعني بدنا نحسب حجم شكل معين بعد ما نعمله ريفاليواشن بعد ما نعمله الدورة تمام اه هلا عنا طريقتين لنحسب الفوليوم اول طريقة اسمه وطريقة التانية اسمه سيلندريكال سيلندريكال شيلز ميثود تمام هلا هاي الطريقتين نحنا بنحسب عن طريق الفوليوم اول الشي نحن اللي حنعمله حندرس الاولى نحل عليها امثلة بعدين حندرس التانية ونحل عليها امثلة بعدين منشوف ازا هو بالسؤال ما حدد لنا نستخدم الديسكس اند واشرز او السيلندريكال يعني هو ممكن بالسؤال يحدد انو بدي يحسب الفوليوم باي ديسكس اند واشرز او مثلا يقول لك بدي يحسب فوليوم باي سيلندريكال شيلز بس ممكن هو يقول لك بس حسبي الفوليوم فانا وقتها شلوم بدي يحسبو نحن بعد ما نفهم ديسكس اند واشرز كاملة ونحل عليها امثلة ونحل على السيلندريكال شيلز كمان نحل عليها اسئلة ونفهمها منيح حنشوف ازا السؤال ما حدد لنا شلوم اي طريقة حنستخدم او اي الاسهل المفروض ازا هو ما حدد باي واحدة استخدمتي هو الجواب المفروض يطلع صح لانو اتنين عاتهم بيحسبو الفوليوم اتنين عاتهم لنفس الشكل بس الفرق انو اي اسهل اي اسهل استخدام تمام اا اول الشي حنبلش نحن بالديسكس اند واشرز هلا ازا كان عنا عندنا الاقتران اقتران هيك تمام اذا كان هنا دوران حول وهذا الاقتران محصور عندي بين ال a وال b هلا اذا كان هنا الاقتران الدوران اذا كان about اذا كان لدينا الدوران حول حيكون لدي اكس معناته كل ما داخل التكامل او كل الاقتران عنديا لازم يكون بدلالة ال اكس تمام? ليش لانه احنا لدينا الاقتران او الدوران حول ال اكس اكس او اي شي بيوازي ال اكس اكس يعني ممكن اكس اكول تو فهو موازي لل اكس اكس ازا كان دوران حول اه نفس الشي انه لازم يكون عنا الاقتران كله بدلالة ال اكس طيب الباي هون هدا قانون الفوليوم لازم يحفظ باي بتكامل من الا لالبي اف اكس تربيع تمام? ازا كان عنا الدوران حول ال واي اكس از تمام? اه محدود من السي للديه نجي منقول اللازم يحفظها هي قانونات هلا احنا حنحفظ هدول هاي ال اف اف اكس وهاي ال جي اف وي نحنا حنحفظ هدول ال اه اللي هاي بالنسبة لازا كان عنا اقتران واحد يعني المساحة محصورة بين اقتران ومحور الدوران تمام? ازا هلا حنحل وبعدين نشوف ازا كان عنا اقترانين شلون بدنا نعمل اول الشي هنشوف هاد السؤال عم يحكي لنا انه بدنا ناوجد الفوليوم لل واي تساوي جزر الاكس من الواحد للاربع محصور معنطها هاي منعرف انها هي قيم الا والبي او السي وال دي حسب الدوران الدوران حول الاكس اكس اول الشي نرسم الرسمة تمام رسمة الجزر الاكس هي هيك تمام? هاي عنا الواحد وهاي عنا الاربع والدوران حول الاكس اكس فنحنا هاد فعليان اللي هندوره فهو هيك تمام هاد الشكل اللي هنعمل له دوران طيب نحنا قلنا اذا اكس اكس يعني هلا منشوف القوانين بس لحتى نعرف شلو مننحل الباي بتساوي تكامل من الواحد للاربع جزر الاكس هو اكس دي اكس تمام؟ يعني بتساوي باي من فك التكامل الاكس بتصير اكس تربيع اثنين من الواحد للاربعة وبيطلع عندي الجواب خمسطعش باي على اثنين تمام؟ اه نحل السؤال التاني عم يحكي لي انه بدنا نوجد له الفوليوم المساحة او الحجم عفوا ننوجد له الحجم لا الوايت الساوي جزر الاكس والمحصور بين تمام؟ المساحة الموجودة بين واي تساوي اثنين وايكس تساوي صفر والوايت تساوي جزر اثنين طب نرسم الرسمة لحتى نعرف الشكل اللي نحن بدنا نعمل له دوران والدوران نحول الواي اكسس تمام؟ جزر الاكس شلون هيكون رسمته نفس هاي تمام؟ هاي واي تساوي جزر الاكس عنا واي على اثنين هي هون حتاجي طب اكس تساوي صفر هو اي محور؟ منروح منعود الصفر هون وبيعطينا صفر معناته هاي الاكس تساوي الصفر تمام؟ يعني لو كانت عنا نقطة عانية يعني لو كانت صفر تعويضة غير شي فكننا عرفنا النقطة وين بالطبع نوم معناته هاد الشكل اللي نحن بدنا نطلع له الدوران لانه دوران نحول الواي اكسس او حتى اكس ايكس ايكوال صفر نحن ممكن نعتبره انه هو محور الوايات تمام؟ رسمنا الرسمة هلا بدنا نعود فنحن قلنا اول الشي الفوليوم بتساوي الواي تكامل اذا كان عنا الدوران حول الواي اكسس منروح نحن نحن ديريك منحط دي واي بس نحن اذا حطينا الاقترام متل ما هو هون جزر الاكس فهو خطأ لانه نحن هون عنا يا بدلالة الاكس ونحن ما بصير يكون عنا دي واي وهون بدلالة الاكس فهذا الشي خطأ لازم نحن لازم نحن نحول الاقتران اللي عنا يا لدلالة الواي كيف منحوله اذا عنا واي تساوي جزر الاكس بدنا نحط اكس موضوع القانون منربع الطرفين واي تربيع تساوي اكس لانه جزر مع التربيع بروح واي تربيع تساوي اكس هذا يعطي اكس تساوي واي تربيع فنحن هون ما منعود جزر الاكس لانه ما بصير يكون عنا هون اكس وهو دي واي لازم يكون كله بدلالة الواي تمام فبنجي منقول الفوليوم هي باي طرب تكامل الواي تربيع بدي واي تمام طب شو حدد التكامل عنا ياها من الصفر للاثنين ومن كامل تمام هي هون الاف اي تمام القانون عنا ياها هو اف اف اكس تربيع تمام فهون منحط تربيع وبتصير عنا باي تكامل باي بتكامل الواي قوة اربعة بدي واي تمام هلو بنفك التكامل من الواي قوة خمسة على خمسة وباي برا من الصفر للاثنين وبيطلع عنا الجواب النهائي اثنين وثلاثين باي على تمام تمام هلو نحن عرفنا ازا كانت دوران باقتيران واحد حول ال اكس اكسس كيف منحله واقتيران واحد حول الواي اكسس كيف منحله هلو حنبلش اه انه يكون عنا اقترانين ونشوف ازا كان هدول اقترانين دوران حول الاكس اكسس ودوران حول واي اكسس ودوران حول محور يوازي الاكس اكسس ودوران حول محور يوازي لا Denki خلينا نشوف اول الشي نحنا بدنا نطلع الفوليوم الحجم لمساحة يعني الحجم للقسم المحصور بين اكس تربيع واكس اول الشي حنرسم والدوران نحاول اكس اكسز تمام هون في قانون جديد هلا حناخده تمام اه اول الشي نرسم الرسمة الاكس تربيع هيك رسمته الفوق وي تساوي اكس تربيع وي تساوي اكس هي هيك بسمته فاليا فنحن بدنا نطلع هاي المساحة لو دورناها حول الاكس اكسز شو بتعطينا تمام هاي المساحة لو نحن عملناها لدوران حول الاكس اكسز اه شلو ما نطلع رجل هلا لما يكون عنا اقترانين بدنا نطلع شي اسمه اوتر لا اوتر راديوس واه انا الراديوس شلو ما نطلع هاي نرسم خطوط عمودية على محور الدوران يعني وين محور الدوران عنا هيكس اكسز بدنا نرسم خطوط تكون عمودية على محور الدوران تمام من اه ابتداء من اول خط ابتداء من محور الدوران انتهاء باول الاقتران والتاني تمام فهذا اللي بعيد اسمه اوتر راديوس هاد يعني اللي ابعد على محور الاقتران اسمه اوتر اوتر راديوس تمام وهاد الاقتران الاقرب اسمه انار تمام هاد اقرب يعني هاد اقرب على محور الدوران من هاد تمام فهذا اسمه انار راديوس وهذا اسمه اوتر راديوس تمام اه طيب القانون هو عنا الفوليوم بتساوي تكامل الباي ضرب تكامل نفس الشي الاي للبي الاوتر راديوس او الاوتر تربيع ناقص الانر تربيع تمام كله دي اكس ليش لانو عنا الدوران حاول محور الاكس اكسس فبيكون عنا ايا دي اكس تمام طب هلا الاول بي هون هو ممحديد لنا اياه هون وكونوا اقترانين شلون منطلعون منساوي الاقترانين من بعض منشوف نقاط التخاطع وهنا بيكونوا الاول بي تمام منقول منقول اكس اكول اكس تربيع اكس تربيع ماينس اكس اكس اكول زيرو بعدين منطلع اكس عمل مشترك واحد ناقص اكس اكس ناقص واحد افون فعنا القيم تبع اكس يا ون وزيرو تمام فمنروح منعمل تكامل من الزيرو للون الباي ما بننساها الاوتر مين هو هاد تمام بس هو اكس ناقص محور الدوران اكس ناقص محور الدوران ناقص تربيع ناقص محور الدوران لانه هو انا بدي المسافة هذا الخط هاد الخط هي مسافة هادا ناقص هون يعني صح انا بعرف هون شو النقطة هي اكس تربيع وهونا شو النقطة زيرو محور الدوران فانا زيدي طلع هاد منقول الاعلى ناقص الاسفل فبيطلع عنا طول هاد الخط هادا هو تمام اكس تربيع ناقص صفر هاد هي هلع منفكة منطلع تكامل من الصفر للواحد اكس تبور اربعة مايناس اكس تربيع اهلا هون اسفل اكس تربيع مايناس اكس قوة اربعة دي اكس هما مننسى دي اكس تمام بتساوي هلع منفك التكامل بتصير عندي اكس قوة ثلاثة على اثناء اه ثلاثة تمام اكس قوة ثلاثة على ثلاثة ناقص اكس قوة خمسة على خمسة من الصفر للواحد فبيطلع عندي الجواب اخر الشي اثنين باي على خمسة عشر تمام طيب هلا نحن بدنا نحل نفس المثال بنفس الاقترانات بس الدوران حول واي تساوي اثنين تمام هاي واي تساوي اثنين نرسمها لحتى نشوف وينه هاد الخط اللي واي تساوي اثنين تمام عندي هاي الاكس اكسس وهاي الاكسس هاي الاقتران الاول اللي هو واي تساوي اكس تربيع لانه هون نحن عم ناخد نفس السؤال الاول بس غيرنا محور الدوران تمام اه والتاني واي تساوي اكس هلا هون تمام واي بتساوي اثنين بدا يجي الخطوة هون هاد واي تساوي اثنين يعني بنجي لهون بنشوف الاثنين وين هاي الاثنين فبنرسم خط يوازي الاكس اكسس تمام اه هيك عنا الواي بتساوي اثنين تمام هلا هادا محور الدوران تمام كونه بيوازي الاكس اكسس معنات ان احنا بنعرف دغري الريفاليواشن اباوت دي اكس دغري بنحط القانون بي تساوي بي بتكامل الاقترانات ناقص دي احس هلا نحنا شو اتفقنا انه بدنا نرسم خطوط بتبلش من محور الدوران اقتران وبتنتهي عند كل اقتران عمو دي امحور دوران تبدأ من عنده تنتهي عند كل اقتران تمام هلا مين اللي اقرب عليه هو الاكس تربيع اه اعطونا الاقرب عليه تمام الاوتر مين هو هاد تمام مين الاوتر هو هاد والانر هو هاد تمام فنحنا قلنا الاوتر تربيع اللي هو الاكس تربيع بس اه قلنا انه بدنا نطلع طول هاد الخط فهو الاعلى ناقص الاسفر اتنين ناقص اكس تربيع ناقص اتنين ناقص اكس كل هون تربيع هاي تربيع وهي تربيع تمام الاكس لانه هاد الانر وهاد الاوتر هلا هون ما كتير بيانوا بس هو هاد فعليا اعلى من هاد لهيك رسمت انا هاد الخط التاني تمام حتى يبين معنا من الانر ومن الاوتر هاد الاوتر وهذا الانر تمام فطب بنا نعرف حدود التكامل من رح من رح من ساوي الاقترانين بس نحنا هون طلعناهم بس ما عاش نساوي امراك اكس تربيع تساوي اكس اكس تربيع مينس اكس تساوي زيرو اكس عمل مشترك اكس ماينس ون عندي القيم اكس تساوي زيرو واكس تساوي ون فبناخد دل القيم من زيرو للون هي قيم الاقتران عنا وهلا هون من طلعته يعني من طلعته كامل او مو من طلعته كامل بدنا اول شي فيك التربيع مربع مربع الاول ناقص ضعف هي الاول اول بالثاني ضعف هي الاول بالثاني ناقص مربع الثاني تمام ناقص اربعة ناقص اربعة اكس ناقص اكس تربيع دي اكس تمام من الصفر للواحد هلا هون شو بتساوي بنفكة بعد ما نفكة ونفك الاقتران يعني هون بدك تفكيه انه بتفوتي ناقص على كل هاي فناقص اربعة زائد اربعة اكس ناقص اكس تربيع بتشوف زائد اكس تربيع هون اكس تربيع مع هاي بتصير مينس تري اكس تربيع هون بتضل عنا اكس قوة اربعة وهون مانس اربعة مع زائد اربعة بروحه اه وبعدين بتتأمن كامل فبيطلع اخر الشي جواب عنا بعد ما نكامل ونطلع الجواب بيطلع ثمانة باي على خمستاش تمام تمام هلا نفس السؤال السابق تبع الاكس تربيع والاكس بدنا نعمل له دوران حول الواي اكسس تمام انا عم بستخدم نفس السؤال لحتى يبين معنى كيف بيختلف او ممكن حول كل دوران يختلف معنا او لا تمام فنحن حنرسم اول الشي هلا هون دوران حول الواي اكسس كاونا اقترانين اول الشي منكتاب القانون حول كاونا حول الواي اكسس دي واي وفي تساوي باي بالتكامل تمام طيب نحن اجينا حطينا هون اكس اكس تساوي لا افون كان عنا السؤال الواي تساوي واي تساوي اكس تربيع واي تساوي اكس تمام طيب اه من نرسم الاوتر والانر منحدد الاوتر والانر تمام عنا هذا الانر وهذا الاوتر نجي منقول الاوتر ناقس الانر نفس القانون اوتر رادياس ناقس الانر بس نحن هون عنا مشكلة لو اجينا عوضنا دغري الاوتر رادياس تمام حيجي نقول انه صفر ناقس اكس تربيع وهون حيصير عنا اكس تربيع صفر ناقس اكس تربيع نحن ما بصير يكون هون عنا اكس هو بدلالة دي واي فمنحول كل الاقترانات لحتى تصير اكس موضع القانون والاقتران كله بدلالة الواي فمنقول اكس تساوي جزر الواي وهون اكس تساوي الواي هلا بناخد الاوتر والانر انه هذا الاقتران صار عنا اياه اكس تساوي جزر الواي وهذا الاقتران عنا اياه اكس تساوي الواي فلما بدنا نقول لما بنقول هذا ناقص هات تمام لبعيد ناقص القريب تمام فمنجي بنقول تكامل او باي بتكامل الجزر الواي ناقص صفر كلا بور ماينس اكس ماينس زيرو او اصدقى اغفوا واي ماينس زيرو انو احنا حولناها للواي بدي واي كلا تربيع طيب شلون دا نعرف حدود التكامل من اه من ساويهم ببعض منقول واي تساوي جزر الواي من ابقى فعنها بتصر واي تربيع تساوي الواي هذا يعطي واي تربيع миينس واي اكوال زرو معناها عنا حدود الواي هي زيرو والنا طلعنا واي عامل مشترك واي ماينس واي اكوال زيرو والواي زيرو والواي ماي ماينس ضرورة ماي تعني حدود التكامل من زيرو للواحد وما نفك بتصير هون واي وهون واي تربيع واي ماينس واي تربيع وبعد ما نفك بيطلع عنا الجواب باي على ستة تمام بعد ما نفك ونكاملة بيعطينا الجواب باي على ستة. آآ عنا هاد الدوران حول اكس هيكوال ماينس ونحن بنرسم اول الشي تمام هون بيجي عنا اكس ماينس واي بس نحن ما بننسى ان رسمة الواي تربيع هي هيك تمام او غالية ما حتفيدنا بس نرسم اكس تساوي ماينس ون طيب هاد هاد دوران حوله هو يوازي الاكس اكسس ولا الواي اكسس بيوازي الواي اكسس فمنروح مناخد التكامل بالنسبة للدي واي في تساوي باي بتكامل تمام هلا بدنا نطلع الانر والاوتر هون عنا ما في داعي نرجع نعملون اكس تساوي يعني ما في داعي نرجع نحط هون الواي خاص لانه بين النسبة للدي واي فخاص نحن طلعنا الاقترانات فوق انه كيف دا تكون اذا دي واي اكس تساوي جزر الواي فعليا هاد للجزر الواي وهاد للواي تمام? طيب نرسم من محور الاقتران من محور الدوران للاقترانات هذا عنا الاوتر وهذا الانر الاوتر ناقص الانر تمام الاوتر جزر الواي ماينس زيرو لانه هاد الاوتر تربيع ناقص الانر واي ماينس زيرو تربيع طيب من وين لوين عنا حدود او لا عسفة مو ماينس زيرو عسفة شوي بدنا نقول انه التكامل دي واي تمام ام منقول للجزر الواي ماينس محور الدوران لانه عندي مو من الصفر نحن نبلشين نحن نبلشين من ماينس ون فواي ماينس ماينس ون تربيع ناقص الواي ماينس ماينس ون كله تربيع تمام عنا ايا حدود التكامل من الصفر للواحد طلعناهم مثل ما طلعناهم فوق تمام ام نجي باي هون اما مننساها تمام هلا بنعمل التكامل منفكة اول الشي هوني جزر الواي زائد واحد تربيع ناقص الواي زائد واحد كله تربيع دي واي منجي منفكة منقول واي زائد اتنين جزر الواي زائد واحد ناقص اه ناقص واي تربيع زائد اتنين واي زائد واحد هلا من كاملة تمام هلا من كامل بعد ما نكامل دي واي هون طبعا بعد ما نكامل بيطلعنا الجواب باي اتنين تمام لهون كنا توقع عرفنا نستخدم يعني او حلينا امسلة بتكفي على نحنا كيف نستخدم قانون ديسكس اند واشرز اه بتمنى تكون استفدت من الفيديو ياريت تعملونا لايك وشير وسبسكرايب كانت مع كنو رايك نعمل سولبرتو بي السلام عليكم حبابا